بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاك ايف حالكم ان شاء الله دائما بخير درسنا لهذا اليوم هو عن منهج اللغة الإنجليزية لصف الأول من توسط شرح وحل تمارين الكراسة الاكتيفتي بوك التمارين الاكترا اكتيفتيز تمارين اضافية المهمة جدا 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 قبل ما نبدأ شكرا الله ثم شكرا لكم لدعمكم وتشجيعكم ودعواتكم الطيبة وتعليقاتكم الحلوة المحفزة المشجعة شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع زكاة العلم نشره والدال على الخير كفاعله نبدأ بسم الله عندنا اكترا اكتيفتيز تمارين اضافية تمرين اي اكترا سايز اي يجيك بسؤال القواعد مهم جدا جمل ترتبهم لو يجي النصا لو تجي افكار مشابهة الهن شون ترتب الجملته خلق رألك منطوق السؤال يقول لك put these words ضع هذه الكلمات in order to في الترتيب لكي make correct sentences تصنع جمل صحيحة وخليها بالترتيب حتى تكون تكون جمل مرتبة صحيحة يجي هما يكتبوا لك هذا السؤال بالامتحان وبيعنقوسين يحط كلمة order order يعني رتب او reorder قبلها reorder يعني عيد ترتيبها او rearrange قعد الترتيب بس اكثر شي كتبون كلمة order order هنانا صارت بمعنى رتب بتجي هي بغلال معاني مثل امر الطالبة بس اهنانا معناه ترتيب رتب زيان شون ارتب هاي الجملة خليها بصورة عامة بفكرة ببالك انه لازم تبدي بفاعل تخلي فاعل اول كلمة الفاعل شي يكون لو يكون ضمير مثل يو لو يكون اسم مثل my father the sun الشمس مثلا وراها الفعل الفعل الرئيسي باي زمن يكون خلي يكون بالماضي بالمضارع اي شكل من اشكاله المهم فعل ستقول لي الواز مو فعل مهنانا هاي فعل مساعد الفعل الرئيسي يعني اولى انه يكون الا اذا كان فعل رئيسي bing او bifad اضافة فنحط له فعل مساعد ويا بعد بس فعل ماضي فعادي ماضي بسيط ما يحتاج فعل مساعد وراها ش راح نخلي راح ندور على المفعول به اللي هو the football match مباراة كرة القدم وش راح اقول عليها ساريد اوصفها راح اوصفها بصفة البورنج بس البورنج تريد قبلها واز تريد قبلها يعني فعل مساعد الواز الماضي ما الاز والجملة لانه بالماضي فراح تكون الاز تتحول الى واز فاح نقول was boring يعني هسا هي بصيغة السؤال بهاي شكلها بال بال التمرين يعني احنا شن راح نحلها قلنا كل كل هن ننقل هن بهاي الحالة هاي لان سهلة كل هن نقل هن ريتشارد thought the football match بس نخلي was boring اخر شي واز وبعدين boring زين بالنسبة للنامبر 2 نرجع لها تشوفوها زين هي تشكلها بالكراسة weekend fridays sorry weekend friends you they do at your visit كلمات مخربطة هسا بدون فواصل هي ونوباتهم هنحطو لك فواصل بياناتهم فانت انتبه ايش راح تسوي طبعا احنا متفقين نتخلي الفاعل اول مرة زين لان هي جملة استفهامية فقبل الفاعل خلي الفعل المساعد اللي هو راح نسأل بي فتخلي do اول مرة وراها عافية you لان فاعل ورا الفاعل شدخلي الفعل اللي هو فعل مجرد visit راح صارت do you visit وراها المفعول به object اللي هو your friends اصدقائك وراها ظرف الزمان التعبير الزمني اللي هو at the weekend احسنتم هذا الحل do you visit your friends at the weekend علامة الاستفهام جملة استفهامية جملة سؤال بديناها do بديناها فعل مساعد ما بديناها بل you خوش بس هو يعني ورا الفعل مساعد راح يجينا الفاعل وعلى هالترتيب فاعل فعل مفعول به وهنا كانت الصفة وتريد قبلها فعل مساعد هنا هذا الظرف الزمني وهنا لان بدينا فعل مساعد لانه جملة استفهام تنتهي بعام استفهام جملة سؤال زيان التمرين اللي بعده كلش حلو وسهل ومهم شي يقول لك خل نجي نشوف بالكراسة هي ها احنا نشوف تمرين البي الاكسورسايز بي واللي هو بايج ثرتين صفحة 13 ثرتين شي يقول لك يقول لك املأ this word tree هاي الشجرة ما الكلمات هاي شجرة ما الكلمات حلوة مرتبة يقول لك امليها نقص حروف بيها خلا شوفك هنا نعم شوي تشاغل دماغك وتحل شو رح نجي نحل ها number one شي يريد من عندك يقول لك you go there every Friday انت تذهب هناك كل جمعة يا مكان تروح لكل جمعة تقول احنا عدة اماكن نروح مر روح سافرة مر روح بي جدنا مر روح للبار مر روح للجامع خلا نشوف يا حروف تتناسب هناك كلمة منتكونة من 6 كلمات هذه لعبة مع الكلمات متقاطعة و حزورة فكلمة منتكونة من 6 كلمات هي بالامتحان ترى ما تجي هيتش الشي كلها تجي بالامتحان لو اسقاطت الكلمة فوق وتنزل ها لو بين قوسيا تختار أصعب أصعب إنه تجيك لازم تكتبها على الغيب أصعب شي بس مو بشكل هذا القرد لا بشكل إنه فراغ المهم في مكان تروح له أكيد هو الجامع الجامع الإملاء ما تتشون رح يكون رح يكون بها صورة أم أو أس كيو يو إي دائما غالبا يعني تكون لكيو وراها يو دائما عم تحفظها أم أو أس ماس و كيو يو ماس اللي نكتوا من نقر حلو البعد الزمن الماضي لل فعل قو لقوا بالماضي شي صير من أربعة حروف عافية أبطال حفظها اللي هو went went الماضي ما لقوا ذهب went زين you can find very old things here أنت يمكنك أن تجد أشياء قديمة جدا هنا يا مكان تروح لو تلقي بأشياء قديمة ونتكون من 6 حروف بس تقول يا روح للآثار مو آثار مكان هسه بحياتنا نعيشه نروح له ونتفرج في الأشياء القديمة المتحف عافية museum museum المتحف زين شو نحفظها لازم تنحفظ ملاقها مو شو نحف موس لازم المتحف موس البعض هكذا يمكنك تكتب على هذا ما هي الشيط تقدر تكتب عليه نحن نكتب على الكراسة الكراسة من نيش مصنوعة من ورقة إذن نقدر نكتب على الورقة اللي هي PAPER 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 This number 5 This animal is very fast هذا الحيوان هو سريع جدا جدا سريع يا أنيمول خذناه هسه بالمنهج وهو يعتبر سريع هو يعتبر أسرع حيوان يا هو أنيمول يركض سريع خذناه أعافية Cheetah C-H-E-M-R-T-N-W-E T-A-A H-H النمر المراقض الفهد Cheetah جدا 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 جميل جدا جدا جميل كلش كلش حلو شو أقول عليها بالانجليزي أقول عليها لا بيوتفول لا لافلي كلش كلش حلو كلش كلش جميل اللي هو ستة حروف إذن لافلي لافلي خوش الأخيرة يقولك You can ride on this animal أنت يمكنك أن تركب على هذا الحيوان يا حيوان يركبون عليه يصعدون عليه ويمشون اللي هو الهورس الحصان هورس حصان أوكي هذا التمرين ينحفظ يجيك بالمفردات خوش زين البعدة البعدة يريد من عندك يا بطل يقولك حلي هذا التمرين اللي هو التمرين C activity C exercise C يقولك write about your favorite meal اكتب عن وجبتك المفضلة هاي الميل ويورب صارت وجبتك المفضلة اش تكتب عن الوجبة المفضلة ماتك؟ يعني الأكل مو بس أكله وجبة تشمل عدة أكلات الوجبة مو أكله واحده عدة أكلات يعني مثلا على الغداء خمار رح تاكل بس تمن يعني رح تاكل تمن ومارقه ومثلا خبزة صمونة مثلا خضرة شو شنو الصلاطة فهي شي يعني هاي تعتبر واجبة لان تكونت ما عنده تشياء مثلا برا يوك تاكل لك بيضة وتشرب لك حليب وتاكل لك خبزة وخنقول مربة وجبن وهي شي مجموعة أشياء كلها تنحسب ميل تنحسب وجبة بالمناسبة قبل ما أعبر هو ورا ما كملنا هذا ذني ساش كم نقطة حلينا صار حلينا 7 مو حلينا 7 بعدك وحده يقول لك اللي هي مخفية الهيدن ويرد الهيدن ويرد الهيدن ويرد الكلمة المخفية نرجع على التمرين السي التمرين السي التمرين السي المطلوب عندك هو مثل الإنشاء بس ما مطلوب بالامتحان يعني هذا بس يتحل بي الإنشاءات المطلوبة بيونت الوان إنشاء ما الرسالة لاخذنا بلسن 8 وإنشاء راح ناخذه هسة بنهاية هذا الدارس اللي هو هذا خلنشوفكم اللي هو إنشاء تكتب عن ظروف التكرار وهذا الزالف وعن العطلماتك فهنانا هذا مثل الإنشاء بس هو ما مطلوب المهم راح نحله نحن عادي نحلكم ما عندنا مشكلة فتكتب عن الوجب المفضل ما راح تساوي اسأل معلمك أو طلب من علمك أن يساعدك لأساعدك أن يساعدك مع أي كلمة إنجليزية لا تعرفها راح تريد التعبر وتكتب عن الوجب فأخافك وكلماتنا تعرفها يصير تسأل معلماتك الأستاذ المدارس فش راح تجي هذا الجواب اللي يحب هو يعبر خوش اللي يريد أساعده هذا الجواب راح أساعدك به يونت 1 اكسرسايز سي البيج 13 راح أكتب راح أكتب عن الميل ماتي اي هاد الافلي ميل اتذاكافي لاست فريدي هاي طبعا لبداية هاي موجودة بدليل المدرس يعني بدليل معلم اي هاد اتناولت الماضي ما الهاف اا الفلي ميل واجبه رائعة جميلة محلوة زينا اتذاكافي في الجمعة الماضية لازم تتضمن ثلاثة أشياء أولا أنا تناولت حساء شربة تشريب كل شي ثم أخيرا 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 بالنهاية أنا أكلت تناولت مثلا آيس كريم مثلا جات خوش يصير تغيرها يصير بس آني عجبني أرتب أنه أول شي تبدي خفيف على المعدة وتفتح حريقك خنقوله بالسوب وعندين تأكل الأكل وراها تحلي بهاي هاي وجبة اللافلي ماتي زين التمرين البعد اكتف دي يقولك write short answers to these questions اكتب أجوبة قصيرة إلى هذه الأسئلة التمرين مهم احتمال يجيب سؤال المفردات الفوكابولاري شي يقول السؤال وتخمنون وتحزرون وتحلون يقولك number one what do you have to buy when you want to send الاتا بالنسبة قبل ما نحل اللي داي يقول مثلا ولو ان داي شوف واضح وما بي اي مشكلة التصوير بس اللي داي شوف مثلا داي واجه الصعوبة بي ان داي داي لك التمرين نفس داي فتح لك كتابك داي فتح لك كراسك وداي داي لك الصفحة فتقدر تتتبع ويايا إذا بالعرب ودا ترجم لك ودا ساعدك ودا فهمك ف هذا كل اقدر علي ما البعد ارجع على الحاسبة رح ترى صعبة علي يراد لها وقت وجهد وما اقدر هذا الاقدر عليه اتمنى تستفادون يا ابطال انجليزية مع وعل خل نكمل بسم الله يقول لك what do you have ماذا أنت عليك have to عليك أن تشتري ترسل الرسالة شنفت شي لازم يتوفر عندك لازم تشتري يعني اجباري تشتري حتى ترسل الرسالة هي الرسالة عبارة عن ورقة مصحيح احنا دائما نخليها بظرف انفلوب بعدين اكفت شي اجباري لازم تشتري اللي هو الستامب استامب يعني الطابع لازم تشتري ستامب طابع على مود ترسل لرسالتك اذا الرسالة بدون استامب ما حد راح يرسلك اياها اهل البريد ما يتقبلوها زين فالجواب استامب هذا جواب من دليل المدرس دليل المعلم زين البعض خلي نروح على البعض البعض هيقول لك أين يمكنك أن تجد المحارات الصدفات ما للبحر وين تقدر تلقاهن فأكيد تلقاهن يعني المحارة الصدفة وين تقدر تلقاها تلقاها بالبحر مو صحيح البحر مو بداخلة راح تلقاها بس تقولي ألقاها على الشاطئ كلمة الشاطئ بالانجليزي اللي هي لو تقول on the beach أو shore وأنا أقوله السهلة اللي هي short تكتب بس short s-s-h-o-r-e short علموها كلمة جديدة هي معناها الشاطئ ساحل البحار زين البعدها يقول لك name two things هنا مو سمي أو عدد أشياء ثين ذات قروة التي تنمو تزرع in a garden في الحديقة شنية أشياء ثين تنزرع بالحديقة مثل أشياء مثل flowers عفية الأزهار الورد مثل vegetables الخضروات or tree أو الأشجار trees أنا الأقول الطلاب أشجعهم يكتبون flowers الأزهار trees الأشجار أسهل ولو فيش تبرد أسهل وأخذيها من العام بس أفتداعي بس ما يخاف flowers أشوفها أسهل كأملاء تقدر تحفظها وتريز كل شيء سهل أخذيها منها أو الأفتداعي trees اللي هي أشجار زين هسا لهنا حلوات سهلات ما بينشي نروح على التمرين البعدة التمرين اللي بعدة يعتمد على listening إذن أنا تشوفتك سيرج وأقبل شوف وشي يريد ما عندك يقول لك listen to Sarah استمع Sarah talking about تتحدث عن her holidays عطلتها write notes وكتب ملاحظاتك المفروض نستمع زين هذا وين نلقى listening لو عندنا التسجيل لنشغله لو نرجع للكراس صفحة 107 أو نرجع للكتاب الملون صفحة 65 وإذا نرجع زين بالصفحة 65 صفحة 67 رح نلقى unit extra activities التمارين الإضافية والتسجيل اللي هو number 9 رقمة 9 هذا مال سارة بس قبل ما أبدأ بي شي يريد الأسئلة مطلوبة number 1 ما هو اسم صديقة سارة سارة صديقة سارة نايم اسم صديقة سارة 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 عادي لأن أقول صديقة عد ملكيتها سارة والاسم عد ملكيته لصديقة سارة 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 شنو اسمها خلن نقرأ ونشوف اللي هو لازم المفرض نستمع المتحدث قبل هذا التسجيل الشيح يقول listen to سارة talking about her holidays استمع لسارة تحدث عن عطلمات write notes اكتب ملاحظاتك سارة رح تحتي I enjoyed my holidays very much I didn't go away but my friend لكن صديقتي سميرة إذن اسم صديقته أول شيء أول فرغة حلا نكتب سميرة قبل ما نكمل يقول where does she live وين تعيش ها سميرة استعرفنا اسم البنية سميرة came and stayed with me إجت وبقت معي مكثت بقت عندي معي she lives هاي على سميرة رح نعرف الحل she lives in أبو دبي هي تعيش في أبو ضبي إذن الحل مال نمبر تو تكتب أبو دبي أبو ضبي أبو ضبي هاي منا تنقل هناك كتبنا سميرة وهناك تكتب أبو ضبي السؤال البعد يقول كيف عمر هي بالنسبة السميرة اللي هي تعيش بابو ضبي شكت عمر هاي we're we're the same age إحنا نفس العمر 13 يعني سارة عمرها 13 وساميرة عمرها 13 ثانت عمرهم 13 13 تكتبها رقم أو تكتبها كتابة ثانت صح بس الأفضل كتابة تكتبها 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 السنة الماضية أنا زرت سميرة زرتها لصديقة سميرة السنة الماضية هي راحت لها زيارة فست سميرة ترجع ترد لها زيارة سميرة came to Iraq سميرة عادت أو جاءت للعراق when she was seven عندما كان عمرها سبعة سبع سنوات a long time ago منذ وقت طويل مضى وقت طويل مضى صار يعني عمرها سبعة وسي 13 فصار شقد صار كم سنة نحسبها ست سنين ست سنين من جاية زيارة شي يقول لك قول لك so we took her to all the lovely places we have in Iraq we went to the museum نحن ذهبنا إلى المتحف شوفوا أول واحد نانا يريدك تصفط ل الثلاث أماكن ثلاثة أول مكان ش راح تحله راح تحله ميوزيوم يعني أول واحد الآية راح تكتب ميوزيوم the museum and Samira said it was very interesting و and Samira و and Samira ساميرا احبت هذا الشي قلت أنه كان مكان رائع بعض الوقات في المساء نحن نذهب للتمشي على طول النهر مع أولي نحن نتظر نحن نعتقد انه كان جميل و ساميرا قلت كان جميل و بعد ذلك نحن نتناول العشاء في مطعم زين المكان الأول ميوزيوم المكان الثاني الحضر ومكان الثالث اللي راح حوله يتمشون على طول النهار مكان هذا الرابع اللي هو الريستورانت بس استحنا كافي الهد آخر شي راح حول الريستورانت ومممممممم يعني الله الله شون طيب نحن تناولنا طعام لذيذ خش أسأل أجوبة مثلنا ميوزيوم هاترا على طول النهار قلبي للصفحة يا بطل ترن القطعة يا الله ركز قبل ما نفعل cut يقولك تمرين F كتفتي F سوصلنا يا بايج بايج 14 يقول لك listen again استمع مرة ثانية للتسجيل رقم 9 What did Sarah's friend say about the places they went to ماذا صديقة سارة قالت عن الأماكن اللي راحوا لها ماذا قالت قالت beautiful قالت لوف لي روح التسمع حزين وشوف يعني ارجع ارجع لها وشوفها هي قالت It was very interesting فالشي جدا ممتع خوش المهم إذا تدعو تكتبها هنا بها سطر تريد تعوفها سموفها شي بسا تمرين G هذا مهم هذا مهم جدا تمرين G هاي قطعة تجيك بسؤال القطاع كلش مهم القطعة هياتها وهاي الأسئلة مالتها الأسئلة يجيبوها نصا إذا أنا باتي غيرون مثلا صيغة السؤال شوية بس هي نفس الفكرة و شوية اهتمام من رضا عم تفهمها شي يقول لك يقول لك read and answer the questions اقرأ وأجب عن الأسئلة write short answers اكتب أجوبة قصيرة يعني شين أجوبة قصيرة يعني مثلا how old is Ahmed كم عمر أحمد فتقدر تقول أحمد is هالقد هالقد years old فترقم و years old المختصر يدون بس الرقم تكتبه زيان خلنقراها و افتهم in the holidays في العطلة أحمد and his family stayed in a hotel in New York أحمد و عائلته في العطلة أحمد و عائلته شبيهم مكثوا بقوا في فندق في نيويورك زيان Ahmed's friend صديق أحمد أستملك شفه فيصل اسم الولد فيصل lives in New York with his family شبيه هذا فيصل يعيش ترى هو أحمد عراقي و فيصل عراقي بس فيصل عايش هناك شونا نسوي خنقول شو سمو عايش في New York اللي هي أمريكا with his family مع عائلته فيصل is 15 انتبه هاي كلش مهمة فيصل اش قاد عمرا 15 15 2 years older than أحمد بسنتين سنتين أكبر من أحمد لعد أحمد اش قاد عمرا حزور إذا فيصل عمرا 15 و فيصل أكبر بسنتين من أحمد فيصل أكبر older than أكبر من أحمد بسنتين إذا أحمد اش قاد يعني اش جون انت رح تعرف قول 15 فيصل هو أكبر من أحمد بسنتين يعني ناقص من عنده اثنين إذن 13 فمن راح يسئله كيسه يقولك how old is أحمد راح تقول 13 13 تكتبها رقم لو تكتبها كتابة بس الأفضل كتابة اللي هي T-H-I-R T-E-E-N يقولك one day يوم واحد الأيام أحمد took a taxi أحمد اخذ تاكسي المن two فيصل flat الشقة فيصل إذن ون عايش فيصل هاي راح تجيك عليها السؤال فيصل عايش بهاوس بيت لو flat شقة اللي هي راح تجينا number two does فيصل live in a flat or in a house هل فيصل يعيش في شقة لو في بيت ون يعيش in a flat نوات يجيبوك اختيارات احتمال يعني يجيبوك فيصل lives يحذفون it does يكتبوك فيصل lives in بينقوس flat house ياهي من عندن في اختار flat واحتمال يجيبوك true false يقولك فيصل lives in a house true or false اذا شفت house راح تقول false تشوف flat تقول true فهمت الفكرة يعني هو نفس السؤال بس يصير بعدة صياغ نوبة السؤال وجواب انه تكتب له flat ونوبة true false ونوبة اختيارات بالكل الاحوال لو تكتب flat على غيبك يعني هي راح تنقلها من الآن لو يكتبك where does فيصل live اين يعيش فيصل ويعوفك تقول flat ف flat هي الحل الصحيح بعدة طرق راح تكتب flat he got ها وبيا وسيلة نقل مش راح بالتاكسي ايش راح يسئلك راح تقول التاكسي هنا هنا راح بالتاكسي وبالاخير هم راح يرجع التاكسي he got there at half past two هو وصل الى هناك الساعة بيش الآت مع ثلاث كلمات home school وساعات وصل ساعة ثنتين ونص half الآن ما تقراها half past two الساعة بيش ثنتين ونص صيف الباست معناها هول زين راح يجي يجي كيسئلك what time شوف number three what time did احمد get to faysal's home ساعة بيش احمد وصل البيت faysal what time ساعة بيش تكتب half past two يعني بيش يعني ثنتين ونص لا لا تكتبها رقم اللي كتبها ثنين نقط ثلاثة صفر لا كتبها what do you want to do ask faysal ماذا تريد ان تفعل شو تريد ان تفعل faysal سألة let's go to the cinema said aحمد aحمد قل فلنذهب الى السينما let's اختصار ما let us اكو حرفيون مسح اختصار ما انت ورها فعل مجرد let's go to the cinema خلي نروح لسينما they went ورما تفقوا فthey went they تعد على احمد وفيصل they went to the cinema هم ذهبوا الى السينما but they didn't stay long لكن هم لم يبقوا طويلا لم يمكثوا طويلا ما استمروا بالوقع هناك طويلا because ليش why بسبب because the film الفلم f i l m الفلم شبي was boring كان مميل يجيك بالسؤال شي يقول لك يقول لك did the boys enjoy the film هل الاولاد استمتعوا بالفلم احتمال يبدلك هاي يقول لك did احمد انت فيصل enjoy the film هل احمد و فيصل استمتعوا بالفلم فالجواب اكيد رح يكون no ليش it was boring كلا لانه كان مميل زا تكتب بس no هم صحيح والافضل تقول no ليش كلا بسبب شنو it was boring because it was boring ما استمتعوا بي لان كان مميل فش سواوا they went for a walk ذهبوا هم ذهبوا لكي يتمشوا walk in the park يتمشون بالمتنزه بالpark it is a huge park called وهو هاذا البارك شفي ضخم كلش كبير ويسمى central park المتنزه المركزي ما للمنطقة كلها the boys الولد اللي هم احمد و فيصل sat الماضي ما sit sat under a tree and talked جلسوا تحت شجرة وتحدثوا و سولفوا قاعدوا جوا الشجرة و سولفوا و نقاموا فرح يسيلك رح يقولك what did they do in the central park ماذا هم فعلوا في المتنزه المركزي رح تقول sat under a tree جلسوا تحت شجرة and talked وتحدثوا و سولفوا اللي هو هذا هياته هذا السطر ماته تقدر تنقلها من هنا اللي هي the boys sat under a tree and talked او من sat under a tree جلسوا تحت شجرة and talked وتحدثوا و سولفوا who's with you in new york هذا asked فيصل فيصل ديسل من اللي جاي وياك من معك في نيويورك من جاي وياك لنيويورك شوف نيويورك تبدي بحرف كابتال لأنه هي مدينة احمد الجاوب قال the whole family العائلة جميعهم العائلة بيكملها جميع العائلة احمد انصرد احمد جاوب that's my father هذا ابويا my mother امي my two sisters خواتي الاثنين and my brother واخويا قعدي يشوفه ويقول ذولي ذولي ابويا امي خواتي الاثنين واخويا هس زين كم عدد عائلة احمد امه وابو ذولي اثنين بس طلعهم احنا رأي ما لديك تحسب للعائلة لديك تحسب لعدد الاطفال عنده خواتي اثنين واخ يعني ثلاثة وهو هم حسوب عليهم الطفل اذن اربعة راح يجيك السؤال يقول لك كم العدد كم عدد الاطفال في عائلة احمد راح تقول لها تكتبها رقم كتابة بس احسن كتابة اربعة هم لان خواتي اثنين واخوة اثنين اللي منظم احمد they talked about اراك هم تحدثوا عن العراق فيصل said he liked نيويورك فيصل قال هو يحب نيويورك يحب هاي المدينة نيويورك وقاعدين بها but he wanted to go back to iraq لكن هو يريد ان يعود الى العراق يتمنى ويريد يرجع العراق ام احمد وفيصل عراقيين فيصل رايح هناك مهاجر مسوي اقامة وقاعد بامريكا نيويورك وفيصل احمد راح بس دايزورة ويرجع احمد يعني راح يرجع ها هي من تجي خلصة العطلة راح بالمدرسة يرجع بينما فيصل ينتظر منه الصير يعني لو ضاع زينا وهي شي يرجع البلد فقال يعني بس يتمنى يرجع يعني ميريد ثم هم اخذوا تاكسي شوف كله تاكسي راح تسلسل يا وسيل تنقل عادوا الى فندق احمد وهم قالوا وواحد قام يقول للاخ good bye good bye مع السلامة انت فيصل وينت هم وفيصل رجع لبيتهم خلصة القصة عاش وعيش سعيدة يقول لك هل فيصل دائما سوف يعيش في نيويورك فيصل يبقى طول عمر عايش في نيويورك قال يريد يرجع يريد يرجع للعراق الاخيرة اللي هي how did احمد get back to his hotel كيف احمد عاد الى الفندق ماته بيا وسيلة نقل ان يسأل بالhow تقول الوسيلة النقل اللي هي تاكسي بس تقدر تقول تاكسي وتقدر تقول he took a taxi هو اخذ تاكسي واذا قلت بس تاكسي هنصح تقول he took a taxi أو بس هاي القطعة مهمة كلش مهمة تجيب سؤال القطع ما الكتاب لسا التمرين البعد اللي هو page 15 صفحة 15 على مدة حلة ايضا مهم هذا التمرين يعتمد على الضمائر التملك اللي هي تجيب نهاية الجملة منكثر ما مهم وشوية بيه فكرة اكو الطلاب مدى يضبطوا لحد الان مشكلتهم انه هما يعتمدون مثلا على بس مثلا شاف my brothers هاي my brothers يعتبرها جمع اذا لازم تاخذ لازم تاخذ there's نوبات صح نوبات تجي وياك بس نوبات مثلا سهنان that pen ال pen غير عاقل يعني نعوض عنه بالit فالit تاخذ تاخذ it's ماكو جتنا اذا اجتب الاختيارات مثلا it's و mine فرح يروح ويختار it's وهذا خطأ نوبات تعتمد على الفهم مو رأسا على الفاعل فهمك يعني فهمك للجملة يحدد لك الاختيار صحيح فخلنا نجي على نمبر وان خلنا نقرأ ها المرة read and complete اقرأ واكمل the sentences الجمل with the words مع الكلمات in the box بالصندوق خليشوف كياه انا ما محلول ما مقشرين عليه راح نحل بيهن اربع كلمات وكم فراغ عندنا one two three four هي ثلاث نقاط بس النقطة ثانية بها فراغ ينترى فشي يقولك يقولك number one my brothers want to play اخواني يلعوض عنهم بالذي want to play ارادوا ان يلعبوا with my computer games with my computer game بما اتي لعبة الحاسبة but they want لكنهم لا let me لا يسمحون ل play with العب مع theirs اللي هي مالتهم خاصتهم هم يريدون يلعبون بمال تي اللعبة وما يقبلون العب بمالتهم ف theirs الجواب صحيح theirs زين want انتبهنا اللي هي النافي والاختصار مع walnut عافية وراها فعل مجرد اللي هو let وال let هم تريد وراها فعل مجرد اللي هو play شوف واحد يجرد اللاخ من will want to تريد وراها مجرد زين نمبر تو يقول لك ذات pen ذلك القلم زين هو ليس فراغ I only أنا فقط لانت it to you عارته لك هاي لانت اللي هو عارته داينته انطيت لك بقرضة يعني أقرب لك العكس مالتها بارو آني أداين آني استعير آني أقترب آني آخذ منك وبعدين أرجع لك فلنت إنه آني طايتك البرو إت طايتني زين آني فقط داينت إلك it فراغ and I need it إنه شنو وآني أريده برأيك هس أول شي هذا القلم دا أقول لك مو مالتك لان آني مدائن لك إذن isn't yours هو ليس مالتك ليس خاصتك لا يعود ملكيته لك ولعد هو إن ما يعود هو يعود it's mine إنه مالتي ملكي خاصتي وآني أريده لان أن دا أريده فالفراغ number two yours الفراغ الأول الفراغ الثاني number two mine آخيرة I gave this book to Layla آني أعطيت هذا الكتاب إلى Layla طايت هي لها هدية so now لذا هو الآن it's hers إنه مالتها خاصتها ليش لأنه هو كان مالتي هو صحيح كان مالتي بس آني طايت هي بعد طايت الليلة ليلة صارت هي المالك إله يعتمد على المالك مو يعتمد على الفاعل هذا الضمار الملكية يعتمد على المالك الشخص اللي يمتلك خوش آني طايت الليلة إذن هو يعود ملكية الليلة خوش it's hers التمرين الأخير حتى ده نختم اللي هو إنشاء مطلوب وزاري هذا هس تقول هو شنو إنشاء هو كل ش سهل تقدر تكتب المقطع الأخير ما للرسالة ما الكيرن اللي التحفاظ ثبكتها من حفاظ الكية وتقدر تتعبر من نفسك شراح تعبر يقول لك write five sentences وكتب خمس جمل using these words باستخدام هذه الكلمات شنية اللي هي ظروف التكرار الالويز واليوجوالي والأوفن والسامتاين والنفر استخدم هن اللي هنا مكان هن لازم وين يكون بعد الفاعل قبل الفعل الرئيسي بعد الفعل المساعد خوش الشون راح أكتب وعبر أسهل شي أنا كتبت لك اللي هو هذا راح تجي تقول in my holidays أو in the holidays بالعطلة ما تي اللي هو إنشاء العطلة ترى هذا دائما يجيبو بس صيغة السؤال ما تي يقول write about your holiday اكتب عن العطلة ما تك write about your holiday اكتب عن العطلة ما تك فتكتب هذا اللي هو نفس المقطع الأخير من إنشاء الرسالة ما الكيرن اللي هو قعد تسول في العطلة ما فهو نفس بس بس بوقتها وضفت الفيش إنه ماي يكثر الإنشاء تكتب يكتب بخط حلو واضح مرتب ترك مجال بين الكلمة والكلمة يعني هاي كلمة ترك مجال بعدين كلمة ترك مجال فتح حرف أو حرف مجال ولا هو المفروض حرف بس يعني شوية يكثر لأنه خطك شوية كبرة وضح رتبة خط حلو مرتب حتى يبين ويترتب لأنه عالترتيب على الخط الحلو على ذني الأشياء تاخد درجات لضي تكتب خربط لهم شر مخلومين قري لومين فهم تاخد صفر حتى لو نابح لك صح فالمهم خلن قرأ في العطلة أنا عملت الكثير من الأشياء أنا زرت أنا زرت to my friends أصدقائي and where we went نحن ذهبنا to the إلى mall إلى المال we usually نحن عادة we usually شوف استخدمت مرة استخدمت اللي هي هسه بديت استخدم usually بديت we usually نحن عادة played football نلعب كرة قدم and we often read books ونحن غالبا قرأنا الكتب لعبنا كرة قدم قرأنا كتب we sometimes watched TV ونحن بعض الأوقات شاهدنا التلفزيون بعد تريد الضيف اللي هي معادية هي ما كتبت أنا كتبت usually often sometimes بقتلي never وبقتلي always مثلا I always visited my grand parents دائما always ومثلا I never played tennis أنا أبد ما رعب التنس صار إنشاء حلو أو I always watch TV قناها وريد بوكس ذني سهلات قناها يعني تريد هو بس هذا ذريد بعد اضيف ما الجمل جملتين لأنه يريد بعد five sentences ولا وان اعتبر الذني اللي بتبداية هم محسوبات فصالة five sentences شون تنحسب الخمس جمل هاي الهنا الحد النقطة جملة الحد النقطة جملتين ثلاثة أربعة أربعة بس مطاولات يعني ضيف وذا هاي بعد اي اي او هنقول اي always خلي نقول اي always visited my grandparents زرت جداي و اي never played تنس مثلا هاي اسهل شي يا رب ان شاء الله استفدتم ذني الترتيب يعني الأقوى للأبعاف always أقوى وحدة والنفر أقل وحدة اي usually often sometimes بنص يا رب ان شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا كي تعمل فائدة ويستفد الجميع تحياتي لكم مع السلامة